ضمن مساعٍ للتوسع في منطقة الشرق الأوسط أطلقت علامة أم جي الصينية لسيارات شركاتها مع وكيلها الجديد في السعودية شركة جياد الحديثة للسيارات أميرة في الاستحواذ على نسبة تصل إلى 70% في السوق السعودية المزيد في هذا التقرير رغم حالة الاختناق التي تشهدها سوق السيارات على مستوى العالم نتيجة تعطل سلاسل الإمداد في مرحلة وباء كوفيد وما بعدها ساطع نجم السيارات الصينية في دول عدة على رأسها دول منطقة الشرق الأوسط التي شهدت انتشاراً واسعاً لتلك السيارات لتزيد مبيعاتها بنسبة وصلت إلى 70% في بعض الأحيان علامة أم جي البريطانية التي استحوذت عليها شركة سايك موتورز الصينية كانت من بين تلك العلامات التي نجحت في تحقيق زيادة في معدلات انتشارها بين المستهلكين في دول الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة الماضية في ظل نقص المعروض من السيارات من علامات أخرى خلال الأيام الماضية أعلنت أم جي عن شراكتها مع وكيلها الجديد في السعودية شركة جياد الحديثة للسيارات وافتتاح أولى معارضها بهدف التوسع في سوق السعودية أملا في الاستحواذ على ما يتراوح بين 6 و7% من حجم مبيعات السيارات في السعودية ارتفاعا من نسبة 5% نجحت في تحقيقها العام الماضي تعد السعودية السوق الأضخم لدى أم جي بعد أن شهدت زيادة في المبيعات وصلت لأكثر من 30 ألف سيارة في العام 2022 الشراكة الجديدة تأتي في إطار مساعي لجذب شرائح جديدة إلى علامة أم جي مع التركيز على فئة الشباب ما دفع الوكيل الجديد إلى التركيز على السعي نحو طرح منتجات جديدة إلى المستهلك السعودي أم جي شركة عريقة وعندها منتجات مميزة ولها حصة سوقية طيبة وإن شاء الله نحن عندها منتجات جديدة جاية الآن تغطي شرائح إضافية ومهمة في السوق على المستوى العربي تعد السعودية أكبر سوق سيارات في المنطقة بمعدلات نمو كبيرة وبلغ حجم السيارات الواردة من الصين ما يصل إلى 42% من حجم واردات السيارات بالمملكة خلال 2022 النمو المميز الذي حاصل في السنوات الأخيرة في السوق السعودي بيعطي فوكس أعلى وتركيز أعلى من الشركات العالمية على السوق وبيعطونا أولوية وبيعطونا اهتمام وفي ظل سعي السعودية لدعم التوجه نحو السيارات الكهربائية تتبار علامات السيارات المختلفة إلى اقتناص حصتها من السوق السعودية لا سيما مع التوجه الحكومي لتعزيز البنية التحتية اللازمة لتلك السيارات من محطات للشحن وغيرها مع انتهاء عام 2022 أعلنت شركة أم جي عن تحقيق نمو في المبيعات بلغ 40% في مختلف أنحاء الشرق الأوسط ما جعلها بذلك تحتل حصة سوقية نسبتها 4.7% في سوق السيارات في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر